أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الأربعة 31 آذار القمر اليوم يعني الآن هو موجود في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعة 31 ثلاث بعدين بده ينتقل ويصير في منزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح وبرضو تيجي للخراب والتسليط أو التسلط طبعا القمر بما أنه موجود في العقرب اليوم فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير والغيرة وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت مثلا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا أربع زوايا فلكية أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة عصرا بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدز عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وخمسين دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية وهاي رح تكون بين القمر وبين عطارد ورح تكون في تمام الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة مساء نشعر بقوة الفكر وبرضو القدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية بطيئة هي زاوية تزديث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة واربع دقائق مساء بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية طبعا القمر بما أنه موجود بالعقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس واحد أربعة بيبدأ في تمام الساعة اتناعش وثمانية وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام ساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب فمنتعشر يوم في تمام الساعة سبعة وعشر دقائق مساء بيصبح تسعة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في العقرب حتى يوم واحد أربعة منتحس لغاية الصباح وبعدين بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الحود حتى يوم أربعة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم أربعة عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وبالنسبة لبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم ولا تعرض لقاءاتك للفشل ممكن تتسبب لك هاي الفترة التعيسة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر أهم إش إنك ماتيئس وكون صبور لعلك تنجح برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة لا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ولا تتشبث برأيك واستمع إلى رأي الآخرين بهدوء وروية لا تتسرع في قراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف أو بمعاملة مهمة برج السرطان تجتازوا اليوم إيجابي أو يوم إيجابي بالنسبة لعلكم بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً ممكن تنجح اليوم في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه وبيميل أفراد العائلة إلى مديد العون ممكن تدخل فترة مواجهات مع الحبيب أو مع أفراد العائلة الفترة هاي متوترة جداً ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذراء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات واليوم هذا مناسب للخروج في نزهة قصيرة وخصوصاً هاي نزهة ممكن تكون لتعزيز العلاقات أو ممكن إنها يكون لك اليوم تعزيز علاقة مع أخ أو جر هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية مدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حمل الترويج أو يسمع خبر سار برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصوص على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهميش إنك تتفائل بالخير وانطلق واسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك الفترة هاي فيها انشغلات على الصعيد المالي برج العقرب اليوم انتو نشيطون وحيويون وبينجذب لكم أفراد الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة ومع وجود القمر في برجك بتستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جواب أو يعني هذا الجواب ممكن أنت بتنتظره من فترة ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز أو لمعاملة بتنطرق اليوم بمهمة طال انتظارها في جديد رح يدخل حياتك ويعتبر هذا اليوم من أكثر أيام الشهر حظا فحاول أنك أنت تستغله برج القوس بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح لا صحيا ولا نفسيا ليش؟ لأن القمر موجود في بيت المتاعب رغم عدم موجود أي مخاطر حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحضوض بتكون خلال هذا اليوم قليلة أهمش أنك ما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بالموعيد مهمة وهذا اليوم بكرة القمر بنتقل وصير لعندك بتعود كل شيء كان محبط في خلال اليومين اللي مضوا اليوم ومبره برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيقوا أمنية بمساعدة صديق أهم شيء أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسه في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته ونيرضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ بشكل نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة لأنه ممكن تبدو غاضب أو عدائي حاذر من الخلافات وحاول أنك يعني الفترة هاي ممكن أنك أنت تكرم أو تحصل على فرصة مهمة فحاول أنك تستغل كل أمورك برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع الأحباء يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن اليوم تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة ممكن يكون عندك اتصالات كثير اليوم اليوم ممكن تهتم بهواية جديدة بتكون عندك غيوية عالية وبتكون متحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط الفترة هاي إيجابية فحاول أنك تستغلها بشكل جيد لكل شيء مهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر